الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والقائل جل وعلا طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى والقائل جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن بل لقد كان خلقه القرآن القائل عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبة في الله الآية الكريمة تأديب عظيم لأهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختاروا الألفاظة والكلمات بعناية دقيقة فائقة حتى لا يحبط عمل الواحد منا وهو لا يدري لا تستهم بهذا فهذا تأصيل عظيم يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقل انظرنا واسمعوا وللكافرين أي ولليهود عذاب أليم الذين أسأوا الأدب مع أنبيائهم وهاهم يسيئون الأدب أيضا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي الآية الكريمة درس آخر ودليل آخر على ما يسمى عند علماء الأصول بسد الذرائع خلي بالك من القاعدة في الآية دليل على قاعدة عند علماء الأصول تعرف بقاعدة سد الذرائع والسد في اللغة إغلاق الخلل السد في اللغة إغلاق الخلل والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة إلى الشيء يقال تذرع فلان ذريعة أي توسل بهذه الوسيلة إلى مقصده أو إلى الوصول إلى غايته وقصده والوسيلة والذريعة في الصلاح هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور ويتوصل بها إلى فعل محظور ومعنى سد الذريعة حسم مادة وسائل الفساد وفعالها إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة فإحنا بنسد هذا الباب فاليهود كما ذكرت كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا وهي سب في لغتهم سب في لغتهم لأنهم يقصدون الرعونة يقصدون اسم الفاعل وهو الرعونة والرعونة معناه الحمق والجهل والطيش كما ذكرت فمنع الله جل وعلا من باب سد الذرائع المؤمنين من إطلاق هذا اللفظ لأنه ذريعة إلى الوقوع في سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله جل وعلا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فنهى ربنا تبارك وتعالى عن سب المؤمنين لآلهة المشركين الباطلة حتى لا يقع المشركون في سب الإله الحق سبحانه وتعالى هذا ما يسمى بباب سد الذرائع قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين محديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب في الحديث منع من الإقدام على الشبهات حتى لا يقع الإنسان في الحرام لأنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام من باب سد الذراء يمنعك من أن تقبل على الشبهات حتى لا تقع في محرم وكذلك في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هل تدبرت؟ انظروا إلى هذا الأدب في الحديث ناهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشتم الرجل أبا الرجل أو أن يشتم الرجل أم الرجل لأنه قد يشتم كذلك هذا الذي سب قد يسب من سبه بأبيه وبأمه فيكون هذا السب ابتداءا قد تسبب في سب والديه في سب والديه أو في لعن والديه ليكون هو أصلا سابا ولا عنا لوالديه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وفي الحديث نهي كما بينت عن أن يشتم الرجل الرجل بأبيه أو بأمه حتى لا يسبه هو الآخر بأبيه أو بأمه فيكون كمن سب والديه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن لم يقصد لا من قريب ولا من بعيد أن يسب والديه وكذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عن أمهات المؤمنين وزوجات سيد النبيين رأت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي وأمي وروحي أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدة أولئك شرار الخلق عند الله انظروا كيف يحذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الشديد وبهذا الوعيد القاطع حتى يسد كل ذريعة قد تؤدي وتفضي إلى أي صورة من صور الشترك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك قال في لفظ في الصحيحين أيضا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد انظروا إلى سد الذرائع لأي صورة من صور الشرك وكان هو القائل اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد بعدي هذا من باب سد الذرائع وقد قرأت مبحثا في غاية الروع والجمال لا تسع الوقت لذكره لكن أنبه طلاب العلم عليه في كتاب شيخنا المبارك العلامة شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر فصلا كاملا في سد الذرائع ذكر فيه تسعة وتسعين دليلا تشعر بمتعة وأنت تطوف في هذا البستان اليانع ذكر شيخ الإسلام بن القيم تسعة وتسعين دليلا على سد الذرائع بعد مقدمة من أفقه المقدمات لفصل من الفصول أرجو من طلبة العلم أن يراجع هذا الفصل القيمة الماتع ما أحوجنا الآن في عصر الفتن وفي عصر النوازل أن نعود إلى العلماء الربانيين ممن يتهمهم بعض أولادنا وبعض شبابنا بأنهم لا يفهمون الواقع ولا يعرفون الواقع ما أحوجنا في زمن الشبهات في زمن الشبهات وفي زمن الفتن والنوازل إلى أن نراجع علماءنا من الربانيين الذين يعرفون الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ الذين يعلمون أقينا أنه لا يجوز لعالم أو حاكم أو مفت أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع لابد قبل أن تسحب الدليل الشرعي من القرآن والسنة لمسألة أن تكون على بصيرة على أرض الواقع بهذه المسألة فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع هذه المسألة ثم يبين الحق تبارك وتعالى حسد اليهود وغير اليهود للمسلمين وما تكنه صدورهم وتنغل به قلوبهم من الحقد والحسد والعداء فيقول سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم انتهى وقت البرنامج سريعا أتوقف عند هذه الآية لأقف معها سريعا إن شاء الله تعالى في أول اللقاء القادم انقدر الله البقاء واللقاء أود أن أذكر نفسي وإخواني من أهل الإيمان مرة أخرى بتحقيق الأدب مع الله جل وعلا وبتحقيق الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأدب مع علمائنا ومع دعاتنا ومع شيوخنا أحذر نفسي وأبنائي وأحبابي وإخواني من النيل من علماء الأمة ومن شيوخ الأمة وأذكر بقولة الحافظ بن عساكر رحمه الله تعالى اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هدك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب وقد آن الأوان أن نجل علماءنا وأن نكرم علماءنا آن الأوان أن نكرم أهل الفضل وأن نجل أهل العلم وأن نحملهم فوق الرؤوس وأن نضعهم في سويداء العيون بل وفي قلب القلوب فهم قادة سفينة الإنقاذ وسط الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة لفتن الشبهات والشهوات وهم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها ما أحوجنا إلى أن نجل ورثة الأنبياء في زمن من الله تبارك وتعالى به علينا بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى يا للعيب أن نقول للمنافق والخبيث ما أجلدك ما أظرفك ما أعقلك ما أحوج الأمة إليك وإلى عطائك آن الأوان أن نزن الرجال بموازين الحق والعدل وأن نضع كل إنسان في مكانه الذي يليق به فما أحوج الأمة الآن إلى ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه جل وعلا وحب نبيه وحب كل عمل نقربنا إلى حبه وحب نبيه وأسأل الله سبحانه أن يبارك في علمائنا وأن يحفظهم بحفظه وأن يكرمهم بكرمه وأن يمن عليهم بفضله ونعمه إنه ولي ذلك والقدر عليه أكتفي بهذا القدر أيها الأفاضل وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته